موسيقى السلام عليكم أهلا بكم في خلاصة اليوم يا عيوني لاتباتي سهارة جنن الناس الريال السعودي لو علي سالم وحيدر نصارى عاد في صنع سعيد اليهودي خلاصة اليوم عن القضية الجنوبية ودعاوى الانفصال مع الشيخ حسن منان نائب رئيس المجلس الأعلى للحراك السلمي الجنوبي الشيخ حسن أهلا بك أتشرب وجودك معي في البرنامج يا مرحبا فيكم أهلا وسهلا فيكم أهلا وسهلا بالقناة المهرية وأهلا بك الأخ عارف وأهلا بالفريق أحييك أحييك شيخ حسن الخلاصة في قضيتكم أنتم في القضية الجنوبية إلى أين وصلتم؟ والله قضية الجنوب يعني اللي احنا بنتكلم عن قضية الجنوب وأنت أعتقد أنك تعرف والجميع يعرف ما معنى قضية الجنوب قضية الجنوب هي تضحية من شعب كامل شعب الجنوب وكذلك مسيرة نظال طويلة جدا يعني انطلقت هذه المسيرة النظال من عام 1994 بعد اجتياح قوات علي عبدالله صالح للجنوب ثم تأسس الحراك الجنوبي في 2007 وانطلقت هذه الثورة لاستعادة الدولة الجنوبية شيخ حسن منان في الحقيقة يعني بدأتم بقضية عادلة ومحامي فاشل لم يستطع تقديم قضيتكم الآن لم تعودوا كيان واحد ولا كيانان ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة من منكم يمثل القضية الجنوبية؟ القضية الجنوبية أنا أعطيك التفصيل الكامل على الأساس اللي احنا نختلف فيه التمثيل كثير من الأوقات أو كثير من الشخصيات العلامية دائما تحاور من هم ممثلين القضية الجنوبية يعني يجب على الجميع أن يفهم تمثيل القضية الجنوبية هي تمثيل من الشعب سواء مكون اليوم تكلم باسم القضية الجنوبية فله الحق أن يتكلم باسم القضية الجنوبية ولكن ما له الحق أن يفصل في أي قرار نهائي دون الجلوس على طاولة استعادة الدولة مع الطرف الثاني وهو الطرف الموجود داخل الشمال الآن المكون الذي أنت نائب رئيس المجلس الأعلى للحراكة السلمي الجنوبي نعم متى تشكل هذا بقيادة الشنفرة أليس كذلك نعم طيب اعطيني فكرة الآن ما هو ميزانكم في المحافظة الجنوبية أعطيك فكرة أولا مجلس الأعلى للحراكة السلمي الجنوبي هو أول مكون تشكل يعني كان بقيادة زعيم الثورة الجنوبية حسن باعوم ونيابة الشنفرة ونيابة مني أنا والخبجي وصالح يحياء بعدها خرجوا إلى مكون المجلس الثوري وبقي هذا المجلس الأعلى هو يدير الحراكة الجنوبي من 2007 حتى 2017 تم تشكيل المجلس الانتقالي أو يعني ما بعد 2015 تم تشكيل المجلس الانتقالي فعلا لازال القيادات الرسمية الموجودة على مستوى المجلس الأعلى هي من تدير الحركات المضادة في الأجحاب في حق الجنوب وآخرتها الحركة التي أصدرت من رئيس ما يسمى المجلس القيادة رشاد العليم ألا تعتقد يا أستاذ أو يا شيخ حسن منان بأنكم تحرثون في البحر وأنكم تمزقتم وتشتتتم ولم تعودوا ميزان يلتفت له للداخل ولا الخارج كم عدد المكونات التي تدعي تمثيل القضية الجنوبية؟ بقول لك شوف يعني المكونات الجنوبية نعم يعني كثرة المكونات الجنوبية ولكن هناك فارق ما بين المكونات الجنوبية إن هناك مكونات جنوبية مؤمنة بالتحرير والاستقلال ومكونات جنوبية مؤمنة بالوحدة فالمكونات الجنوبية المؤمنة بالتحرير والاستقلال تتفق في الخط العريض وهو استعادة الدولة برغم تمزق الاختلاف أو التسميات ولكن الاتفاق الواضح أو الشيء الذي متفق عليه وهو أن هناك خط عريض هو استعادة الدولة هذا الكلام تقوله لمن؟ أنا أخاطبك بما هو على الأرض يا شيخ حسن ملا في الحقيقة يعني شيخ حسن بنان عفوا في الحقيقة لا يوجد تيار واحد يستطيع أن يقول أنه يقف أمام القضية الجنوبية الآن المجلس الانتقالي يسيطر على المشهد في المحافظات الجنوبية ما هو ميزانكم أمام المجلس الانتقالي؟ أعطيك فكرة شوف نعم المجلس الانتقالي اليوم أصبح مسيطر على نسبة كبيرة لنحن لا نستطيع ننكر هذا الشيء ولكن داعي الشعب يختلف في نقطة واحدة وهذا مثل بسيط يعني أنا أعطيك مع المجلس الانتقالي حتى في الاختلافات التي هي كائنة في هذه الأسبوعين خرج الشعب رافض يعني اليوم المجلس الانتقالي مدعوم وهذا الشيء معروف مدعوم من الإمارات مدعوم من الإمارات ودعمه من الإمارات هو الذي أوصل إلى هذا الحد ولكن مكونات الجنوب لا زالت هي متمسكة حتى المجلس الانتقالي الجمعية العمومية وغيرها والقيادات وأنتم مدعومين من من؟ نحن لحد الآن نحن مدعومين من أحد ولكن نحن مدعومين من الشعب لحد الآن لكن عندكم الاستعداد تكونوا مدعومين في أي وقت يا أخي معروف أن أي مكون يمني يعني كان يتلقي الدعم من أي جهة خاصة جهة تؤمن له تأمن له طريق أن يظهر أو أن يقطع الآن المجلس الانتقالي هو يكاد يكون الأعلى صوتاً في المحافظات الجنوبية وهو الممثل في أي تسوية أو ترتيب أعطيك فكرة شوف أنا ما على أسئلتك دائماً على المجلس الانتقالي المجلس الانتقالي سواء مثل أو لم يمثل فله حد هو حد طاولة المفاوضات في استعادة الدولة وأعتقد أنه لم يصل هذه الحد وبقية المكونات ما هو حدكم؟ هو حد للجميع حدنا هو طاولة المفاوضات طاولة المفاوضات على استعادة الدولة وأعتقد يعني مش وأعتقد الشيء الواضح أن المجلس الانتقالي لم يوصل إلى هذا الحد وإنما عاد تدريجياً إلى أدنى من ما كان عليه الحراك الجنوية شيخ حسن بنان أرجو أن يتسع صدرك لي في هذه النقطة في الحقيقة يا شيخ حسن دعاوى الانفصال لم تعد تغري أحد الآن لا في الداخل ولا في المجتمع الدولي الدول التي استطعت أن تخلق فيها انفصال كالسودان في حالة شتات وضعف والبلد اليمن الآن ضائع وفي مهب الريح بلا قرار وبلا سيادة وهناك انقلاب في صنعاء وهناك يعني فلتان هنا وهناك والحرب لا تزال دائرة عن أي انفصال تتحدث وتريد أن تنفصل عن من أنا أعطيك فكرة شوف نحن نكون يا أخ عارف والجميع والمشاهد يستمع بالشيء المواضح والشيء الحقيقي الموجود على الأرض يعني عندما تقول أنت لا يوجد هناك شيء اسم انفصال نحن قضية الجنوب أو شعب الجنوب دولة سابقاً عام تسعين ودولة ذات قوة وسيادة وعسكرياً وغيرها وذات يعني حتى ذات تدخل على مستوى المناطق التي أنت منها موجود أخ عارف يجب أن نحن نكون واقعين فوق ذلك إن القضية الجنوبية اليوم عندما تتكلم تقول دعوة الأنفصال إحنا ضحينا ضحينا بسبعين ألف من الشهداء وأكثر من خمسين ألف جريح تصدينا المشروع عالفين وخمسة عشر تصدينا بكل التصدي في المحاولة مشروع عالفين وخمسة عشر تقصد محاولة الحوثي السيطرة على عدن نعم محاولة الحوثي والعفاشية يعني اللي نزلت بالقوة حقها إلى على أساس أنها تسيطرة على الجنوب كانت أبناء الجنوب من من يعني نحن نعود هل هي قوة عسكرية كانت القوة العسكرية تحت أيد علي عبدالله صالح ولكن كانت المقاومة الجنوبية هي التي تصدت وشعب الجنوب والبرنامج السياسي الذي لحنا أصدرناه لشعب الجنوب وأكثر من خمسة عشر مليونية يعني كانت مهيئة الأرضية لأبناء الجنوب للدفاع حتى مش على الجنوب للمشروع كامل على اليمن شيخ حسن بدنا تظل الآن تريد أن تنفصل عن من؟ أين هي الدولة التي تريد أن تنفصل عنها؟ لحنا شو بقولك لحنا عندما نقول لنفصل يعني معناتها استعادت دولتنا أما لحنا يعني لما تكون يتعلم فصل لنفصل على الدولة يعني ما هي الدولة الموجودة ما فيش دولة اليوم لحنا يجب علينا أن نعترف ما عد فيش دولة معك اليوم في اليمن ما فيش دولة لكن لحنا نقول دخولنا في الوحدة في عام 1990 يعني لابد يكون خروج رسمي ودولي طيب الآن في الحقيقة أنت تتهرب من سؤال بالفضل في المحافظات الجنوبية الصوت الأعلى للمجلس الانتقالي وليس لكم أنا أتكلم واضح نعم صوت الأعلى ولكن يعني ليس صوت الأعلى بهذا الشيء هو لا أصبح اليوم يعني مش ما أتفيش الصوت الأعلى للشعب وليس للمجلس الانتقالي الصوت الأعلى للشعب الجنوبي يجب أن تعيد هذه النقطة أو تعيد هذه الكلمة أكثر من مرة وأنا يعني أريد أن أمشيها ولكن الصوت الأعلى هو للشعب طيب ما هو يعني ميزان المجلس الانتقالي بنجة نظرك ما هو حقمه شوف الآن يعني يجب لحنا نكون واقعيين أنت تعرف عندك في المناطق الشمالية أو المناطق الجنوبية يعني القوى المدعومة هي اليوم سيطرة يعني لأنه يعني الآن يصبح السيطرة وحاجة الناس حاجة الناس أصبحت تسيطر مع أي مكون أو حزب مدعوم ولكن الحقيقة أن الشعب سواء في الجنوب أو في الشمال يعني له آراء مثلا عندك الحوثي الآن مسيطر على الشمال صح ولا لا مسيطر على الشمال لكن هل الشعب الشمالي كاملا مع الحوثي؟ يخرج لك مليونيات الحوثي معي؟ يخرج مليونيات كبيرة الحوثي ولكن كانت المليونيات نفس الطريقة تخرج مع حزب الأصلاح أو مع علي عبد الله صالح لذلك اليوم لا يقاس الشعب اليمني سواء في شماله أو في جنوبه بالموجود بل يقاس بالفكرة والهدف الذي هو المنشود أو الهدف هل تعتقد أنك قادر على أنت أو غيرك؟ هل هناك إمكانية لفعلا لتحقيق الانفصال لتحقيق حق تقرير المصير؟ شوف هل الشعب فعلا كله معكم في رفض الوحدة؟ أنا أقول لك الشعب الجنوبي يعني خلني بقى حط بالنسبة التي أنا أقدر أن نتكلم بها ونقدر أن نثبتها حتى على مستوى إذا كان هناك حق تقرير مصير للشعب الجنوبي باتفاق مع الأطراف الموجودة في الشمال يعني الأطراف الحزبية المسيطرة على القرار مثلا المؤتمر لصلاح الحوثيين هذا لهم مسيطرين عن القرار نحن يجب أن يكونوا واقعين الأحزاب الثاني الأقراء أو الناصرية أو غيرها أو التشكيلات العسكرية الجديدة هذه شفها تشكيلات متابعة لها لحنا كشعب جنوبي أنا أقول لك النسبة 90% سوف يعودون حتى من الذين مع هؤلاء الأحزاب سوف يعودون إلى طريقة استعادة الدولة الجنوبية من قال هذا الكلام؟ من الذي يعطيك الحق لتقول هذه النسبة 90%؟ هل أقريت انتخابات أو استفتاء شعبي؟ خلكم أي نعم أجرينا انتخابات رسمية نحن كجنوبيين انتخابات شعبية هي جب انتخابات أين؟ مش انتخابات هي بشكل انتخابات أجرينا أكثر من 17 مليونية لشعب الجنوب يا سيدي أنت قبل قليل تقول لي أن المظاهرات المليونية التي يخرجها الحوثي وكان يخرجها علي عبدالله الصالح وحتى الإصلاح ليست حقيقية أنا تكلمت لك نعم على هذا هذا في الحزاب المسيطر لنحن ليش حزب مسيطر؟ لنحن خرجنا بالمظاهرات والقاتل فينا خرجنا بالمظاهرات والاعتقال فينا خرجنا بالمظاهرات والجريح فينا أنا أريد أن أفرق ما بين مظاهرات أريد أن شعب تخرج يعني ليس مدعومة من حزب ولا مدعومة من جهات أخرى سابقا أنا أتكلم على ما قبل 2015 خرجت المظاهرات سابقا وهي لا تمتلك شيء كانوا أبناء الجنوب ولا زالوا أبناء الجنوب بيمشوا في هذا العمر أنه يستمروا في نضالهم لاستعادة دولتهم يبيع الواحد شيء من مقدوراته الشخصية حتى طيب يا شيخ حسن كيف ترد على من يقول بأنكم الكينات القنوبية التي تطالب بالانفصال منذ بدأ الحراكة الجنوبي حتى اليوم لا حققتم الانفصال ولا حافظتم على الوحدة شوف هذا ما يعود لنا نحن كجنوبيين أعجب تفهم ولا يعود لنا كغواة حراكية جنوبية هذا الشيء يعود للأخوة المسيطنين في الشمال لا يريدون حلول حقيقية ولا يريدون حل الأزمة على مستوى اليمن لا الشماله ولا جنوبه لذلك هم مرتبطين بمصالح دولية ومصالح شركات فلا يريدون أن تستمر الوحدة ولا يريدون أن يخرج الانفصال وهذه أكبر غلطة عندهم هم لأننا نحن مصرين وسوف نستمر سواء حسن بنان موجود عيدروش موجود غير عيدروش يعني كل الشعب سوف يستمر في هذا النظال وإن لم نوجد نحن لأننا قلت لك من عام 94 امتدادات ولكن الامتداد القوي بدأ من عام 2007 لكن أيضا الفكرة أنتم طالبتم بالانفصال من نظام علي عبدالله صالح من جمهورية إلى الجبهورية اليمنية يعني نظام علي عبدالله صالح انتهى الآن معك نظام الحوثي معك نظام الأحزاب المسيطرة نحن نتكلم كلام مواضح يعني كم أنظمة انقلبت داخل صنعاء وكيف نحن نفضلون أننا نستعيد دولة تعال معي أنت إذا كان الحوثي جاء من منطقة بسيطة طالب بقضية محافظة أو منطقة في محافظة أنت من شبوة شبوة هل هي شمالية أم جنوبية؟ هذه المشكلة أنت مقدم برنامج في قناة وتتكلمني تسألني عن شبوة يعني هل هي شبوة أكبر مساحة وفيها شركات تنفط هذه الشبوة جنوبية بل أصل الحضارات الجنوبية أصل الحضارات على مستوى اليمن أربع حضارات رسمية موجودة داخل شبوة كتبان أوسان دولة حضراموت يعني ذيزن موجودة داخل شبوة يعني تكون شبوة هي أصل أصل الجنوب وأصل على مستوى الحضارات الممتدة طيب هل تعتقد أن مصلحة شبوة في الانفصال؟ نعم لماذا؟ أولا نشوف مصلحة شبوة فعلا هي مصلحة شبوة يعني مش شبوة الحالة ولكن أنا بتكلم عن شبوة لأن ردا على السؤال حقك مصلحة شبوة هي جبن تتفهم هل تفهم شيء؟ يعني أي جبن يفهم المشاهد والغير يفهم أن مصالح شبوة لحد الان لم يحصل منها ولو جزء بسيط لأبناء شبوة لم يحصلوا أبناء شبوة ولو على جزء بسيط من المصالح النفطية والغازية وغيرها والثروات المواني كل يعني شبوة منهوبة من عام 1994 منهوبة تماما يجب لحنا كل واقعين ولا فيها مصلحة حتى لليمنيين في الشمال ما فيش مصلحة للشعب في الشمال لم يوصل حتى الشعب الذي نحن نريد الشعب في الشمال حتى يوصل على مصلحة لم يحصل على مصلحة وإنما هناك أسر مصيطرة لازالت لحد الآن هل لديكم خطة أو مشروع للانفصال أم مجرد دعاواها كذا تتلقوها في الهواء لا يا أخي شوف من يقول لك لا ليس لدينا خطة أو ليس لدينا يعني برنامج إحنا لدينا برنامج سياسي تم التوطيع عليه من كميع قيادات الانكونات الجنوبية في عام 2009 هذا البرنامج السياسي لا يقدر يخرج عليه حتى الانتقالي هذا يسمى البرنامج السياسي وأنا كنت أحد رئاسة اللجنة الموجودة على البرنامج السياسي يا أخي الانتقالي الآن هو المسيطر ورسم أنتم أنتم لأن نسمع لكم تصريحات إعلامية فقط لكن الرجل يحكم يا أخي شوف يحكم الانتقالي يحكم بمن؟ بشعب الجنوب إذن يحكم يحكم بقوة عسكرية جنوبية يحكم نحن مش لش ضد الانتقالي ولا نحن ضد أي مكون جنوبي بيمسك بيستعيد لنا الدولة أهلا وسهلا يستعيد الدولة لكن الدولة لم يستعيدها له سيستعيدها لشعب لذلك يعني يجب أن يكون نحن قانعين بمن لديه القدرة وبالرغم أني أنا أقول لك في خلافات كبيرة أو تباينات كبيرة بيننا نحن والانتقالي ولجان حوار وتكلمنا فيها هذه لجان حوار بيننا نحن عدنا لحدنا لم نتفق ولكننا متفقين ميدانيا ومتفقين على الخط العريض اللي هو استعادة الدولة إذا خرج الانتقالي عنها لن يكون مع الانتقالي حتى 10% من شعب الجنوب ولو كانت معها أمكانيات يعني تغطي شعب الجنوب كامل منذ تشكل مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي وعضوية عيدروس الزبيدي والفريق الآخر كلهم أنشئت أيضا لقنة التشاور والمصالحة مواء إلى ذلك هذه اللجنة وظيفتها تحضير الحوار القنوبي القنوبي ثم الحوار بعد ذلك الجنوبي الشمالي ثم تهيئة المشهد الحوار حتى مع الحوثي ما رؤيتك أنت لهيئة التشاور والتصالح أو المصالحة تصحيح الموضوع لجنة التشاور والتصالح أنت على أساس أنها يعني تكون للحوار الجنوبي الجنوبي لم يدخل فيها هذا البند كحوار جنوبي جنوبي هي لجنة التشاور والتصالح صنعت داخل مجلس الرئاسة اللي هو المكون مجلس القيادة المجلس القيادة اللي هو المكون العليمي ونوابه صنعت جمع المكونات المؤمنة بهذا المجلس لجمع المكونات المؤمنة بهذا المجلس وليس لمكونات الجنوب مكونات الجنوب ليس موجودة في لجنة التشاور والتصالح موجود لانتخالي ولكن في مكونات لا لم تشارك ولن تشارك يعني يجب أن نكون واقعين لن تشارك مكونات جنوبية على ما أصدر يوم أمس باختتام لجنة التشاور لن تشارك مكونات جنوبية لماذا؟ لأنها لم يعطي لها أي حق حتى الدول التي رعت هذا لم تستدعي المكونات التي أسست الثورة الجنوبية هل تعتقد أنه ربما يحدث حوار جنوب جنوبي قريبا؟ يعني هذا الشيء أطلق الانتخالي برنامج في الحوار الجنوبي جنوبي أطلقه قبل سنة ونصفنا في القاهرة اجتمعتنا مع رئيس اللجنة المراد الحالمي والنايب حقه أحمد عمر بن فريد واجتمعنا وعدينا خطط على أساس أنه يكون لقاء أو حيثاق شرف من المكونات الجنوبية الذات الفاعلية على العرض المؤمنة بالتحرير الاستقلال أتمنى أنا في النهاية في قبل بعد يعني بعد السنة والنصف هذه تريد رجع عادوا تشكيل لجنة الحوار كان المكون حقنا رافضا المرة الثانية رفضنا لأنه لم يتحقق شيء في المرة الأولى وعندما تم تشكيل صالح الحاج يعني كرئيس الحوار من قبل الانتقالي في الداخل وبن أحمد عمر بن فريد في الخارج فرفض أنا شخصيا أنا أصدرت بيان رفض الحوار لأنه لم يتحقق شيء من الحوار السابق اللي دار بيني أنا ولجنا نفسها لذلك المجلس الأعلى يريد حوار أبوش المجلس الأعلى المكونات الجنوبية يريد حوار جنوبي جنوبي وكذلك الانتقالي ولكن الصيغة لحد الآن لم تخرج لا من الانتقالي إذا ما حدث الحوار الجنوبي الجنوبي ستتحورون على ماذا؟ شوف ليس هناك على ستفهم أنت يعني الحوار الجنوبي الجنوبي يجب أن يفهمها الجميع هو حوار القوى المؤمنة بالتحرير والاستقلال فوق ذلك لحنا نؤمن بالشخصيات الجنوبية التي لها ثغل كبير يجب أن يكسبها الجميع ما فيش حاجة اسمها اليوم من المجلس الانتقالي وهو من يقود المسيرة الحالة الشعب الجنوبي هو صاحب الكلمة وهو من يقود المسيرة هو اليوم رمز أخطأ أصبح غير الرمز طيب أعطيك سؤال آخر خطأ حين بدأت الحديث عن فك الارتباط كان هذا مصطلح علي سالم البيض نعم وكان هناك طبقة سياسية قنوبية لهميزان في الحياة السياسية اليمنية علي سالم البيض حيدر أبو بكر العطاس وطبقة سياسية أخرى أيضا موجودة الآن جميع هؤلاء لم يعودوا في الصدارة ولا الرقم الصعب صار عيدروس الزبيدي يا سيدي أعطيك فكرة يعني شوف خلنا ما تتكلم من أين وجد عيدروس الزبيدي يعني لكل واقعي من أين وجد عيدروس الزبيدي أو وجد القائد فلان أو القائد فلان هؤلاء القيادة وجدوا من بداية الهدف الذي رسم عليه سالم البيض وهو فك الارتباط وشنة الحرب هؤلاء لم يوجد الشخص أنه مثلا تجي أنا ما أقدر أقول لك أنك أو أنت تريدني لازم أعيد صدارة العطاس أو علي سالم البيض حتى أن نستعيد الجنوب ما نقدر نستعيد صدارة العطاس ولا نقدر نستطيع أن نستعيد صدارة البيض يعني كبروا في السن هم رموز من رموز الجنوب وقيادة من قيادة الجنوب ولكن لن يكونوا هم الدائمين استغنيتم عنهم؟ حتى الجنوبيين موجدين مع الأحجاب في الشمال أو الموجدين مع الوحدة لن نستغني عنهم ولا نقدر نستغني سأستكمل معك الحديث هذا في خلاصة أخرى في الحلقة القادمة لو سمحت لي شيخ حسن بنان رئيس أو نائب رئيس المجلس الأعلى للحركة السلمي الجنوبي أشكرك شكرا جزيلا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم أستكبل معك في الخلاصة القادمة إن شاء الله يا مرحبا مشاهدي الكرام أراكم في الحلقة القادمة لأستكمل الحوار مع الشيخ حسن بنان دمتم بأمان الله لكم محبتي أنا عارف الصرمي إلى اللقاء موسيقى